مصر تعلن عن إقامة معارة دولة للطيران والفضاء في مايو 20-24 عندي تقرير لأنه ده حرص قوات المسالحة في عزة التار مهمة جدا عندي تقرير شوفوه ونرجع بحمد الله في إطار حرص القوات المسلحة على إقامة الفعالية الكبرى والتجمعات الدولية في مجالة الصناعات الدفاعية والعسكرية على أرض مصر أعلنت القوات الجوية خلال المؤتمر الصحفي العالمي عن انطلاق النسخة الأولى من معرض مصر الدولي للطيران والفضاء Egypt Air Show 2024 والمقرر انعقاده في مايو 2024 بمطار العالمين الدولي وأكد الفريق محمود فؤاد عبدالجوان قائد القوات الجوية خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي على تطلع مصر الاستقبال أهم الرواد في مجالات الصناعات الدفاعية والعسكرية الجوية والتكنولوجيا الفضاء والطيران على مستوى العالم مشيرا إلى أن المعرض يهدف إلى افتتاح أفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم في كافة المجالات وكل ما يتعلق بصناعة الطائرات العسكرية والتجارية والخاصة ومعداتها بالإضافة إلى التكنولوجيا الفضاء وأكد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني على أن المعرض هو فرصة جيدة لمد جسور التعاون ومتابعة أحدث ما وصلت إليه التقنيات الحديثة في العديد من المجالات متمنيا أن تعبر النسخة الأولى من المعرض عن جودة وأصالة مصر وشعبها العريق وقواتها المسلحة الباسلة كما أشار اللواء أركان حرب بكر محمد البيومي مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة إلى أن الاستثمار في توطين التكنولوجيا الفضاء والتوسع في امتلاك نقاط مدارية جديدة تساهم في تنمية الدولة وتحافظ على الدور الرياضي لمصر في المنطقة وأعرب الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية عن سعادته بالمشاركة في المعرض حيث سيقدم استراتيجية واضحة للاستفادة من علوم وتكنولوجيا الفضاء دعما لمجالات التنمية المختلفة مضيفا أن امتلاك مصر لتكنولوجيا الفضاء لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة من أجل تحقيق أهداف الدولة المصرية في التنمية المستدامة من جانبه أكد السيد توماس جوند المدير التنفيذي لشركة A.W.E المنظمة للمعرض أن معرض مصر للطيران 2024 سيكون تجمعا هائلا لكبرى المؤسسات العاملة في مجال الدفاع والتسليح والتكنولوجيا الفضاء والطيران في العالم لافتا إلى أن المعرض سوف يشهد إقبالا كبيرا من المؤسسات الإقليمية والدولية للمشاركة في دورته الأولى منوها أنه من المتوقع مشاركة أكثر من 250 شركة ومؤسسة محلية وإقليمية ودولية ومن المنتظر أن يجتمل المعرض عرضا مفتوحا لأحدث الطائرات بمطار العالمين الدولي بالإضافة إلى عروض جوية مثيرة مما يؤكد حرص مصر أن تصبح مركزا متميزا في مجال الطيران وقوة دافعة لتقدم صناعة الطيران وتكنولوجيا الفضاء